عزيزي الطالب كنت أعاني من طلابي أنهم لا يهتمون بحل الواجبات المنزلية فسألتهم هل تؤدي الواجب باهتمام؟ أم تؤدي الواجب كيفما اتفق حتى لا تعاقب؟ أم أنك لا تؤدي الواجب مطلقا؟ ثم قرنت إجابات مجموعة من الطلاب المتفوقين مع مجموعة من الطلاب المتأخرين في التحصيل فكانت النتائج كالتالي الطلب المتفوقون 90% منهم أجابوا أنهم يؤدون الواجب باهتمام و 10% منهم فقط قالوا أنهم يؤدونه كيفما اتفق بينما كانت إجابة الآخرين أن 90% منهم يؤدون الواجب كيفما اتفق و 10% منهم لا يؤدون الواجب مطلقا لا أخفيكم أنني تفاجأت بهذه النتيجة لم أتوقع قط أن تكون العلاقة بين الاهتمام بأداء الواجبات المنزلية وبين التفوق إلى هذه الدرجة من القوة هل عرفتم الآن أحد أسباب التفوق والإخفاق؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر